لن أطيل كثيراً إخواني فلست بصدد التحامل على هذا أو ذلك ولكن هناك مأساة لشاب جزائري هذا الشاب الجزائري غرر به محمد العربي زيتوت سواء كان على تواصل معه قبل أثناء عمله أو لم يكن على تواصل ولكن ما يهم أنه في الفطرة التي وصل فيها إلى إسبانيا وبقي الفطرة لم يتقدم بطلب النجوه ونحن نعرف تماماً أنه شخص لما يصل إلى بلد فيزا وتقعد تنتهي الفيزا انتاعه ويقعد مدة وبعد ذلك يتقدم باللجوه يضعف وضعيته إلى جانب الأشياء الأخرى التي تحدثت عليها في مداخلات أخرى لذلك كان من المفروض لو كان حقيقة على تواصل معه بمجرد كان ما يصل إسبانيا يبدأ في اتخاذ تدابير اللجوه حتى يعطي شويش مشروعية إلى ملفه ولكن كي يقعد مدة وكان الذي يتحدثه يقعد عام باش طلب باللجوه كي يقعد مدة ويطلب اللجوه يظهر أمام الجهات المعنية كأنه شخص بحث على محاولات أخرى لما أجل يتحص على الإقامة لما القاش لجأ إلى هذه الفكرة التي يلجأ لها الكثير من الحراجة يلجأوا يطلبوا اللجوه يقعدوا في طريد مساعدات كذا عندما يرفض الملف انتاعه يهربوا يقعدوا حراجة كما بكر هذه هي الإشكالية لذلك أقول بأن هذه على جماعة رشاد أن يعترفوا بتقصيرهم ويعترفوا أن المعركة كانت بين رشاد والنظام في قضية محمد عبد الله محمد عبد الله من جماعة رشاد والمعركة بين رشاد والنظام النظام أدرجها في الإرهاب لاحق لها عناصرها هذه هي الرواية اللي سوقوا فيها إذن أنتم فشلتم وإن هزمتم يجب أن تتحملوا مسئلياتكم كتنظيم أما إذا كان محمد عبد الله ما هوش عضو معاكم وما عندهش حتى علاقة معاكم عضوية فقط علاقته بمحمد العربي زيتوت إذن أن العربي زيتوت دائما يطلع باسم رشاد ويتحدث باسم رشاد كقيادة في حركة رشاد للخطوات التي قام بها إذا قام بها باسمه الشخصي يتحمل مسئوليتها وإذا قام بها باسم رشاد على رشاد أن تتحمل مسئوليتها وأقول هذا وعندي ناس في حركة رشاد أختلف معهم ولكنني أكن لهم كل الاحترام والتقدير لما لمستم فيهم من صدق حتى وإن كان الموضوع والمرجعية والأفكار التي بيننا اختلفها ولكن لا أختلف معهم أنهم صديقين ولكن العربي زيتوت ما يقوم به أضر بالحراك الشعبي من أجل مصالح شخصية يخفيها وأيضا أضر بأبناء الناس على الجزائريين الذين يظنون خيرا بأنه يمكن أن يتواصلوا مع الناس لا تتواصلوا مع أحد إلا وتكون ضبطين أموركم وعارفينها من عدة مصادر أما أنك تتواصل مع واحد وتبدأ تعطيله في المعلومات على أساس يديك الأوروبا ويعطيك اللجوء ما تثق حتى في واحد إذا كان رحت وحبي تدير إجراءات اللجوء أقرأ عليها جيدا كيف ستكون وحينها ستدركون أن ما قام به محمد عبد الله كل خطأ وليس وده في مسار وأوصله في النهاية إلى الصورة البائسة التي ظهر بها شفتم حتى اللقطة هذه كمسكين اللي رفع راسه للسماء ماذا تعني؟ حبين يردوه يحطنك في الصور بأنه هو العربي بن مهيدي نعم أنا أنظر إلى هذا الشخص بأنه ضحية ولكن لن أنظر له أنه خائل ولكن في المقابل لن يكون العربي بن مهيدي دعونا من هذه المبالغات وهذه الشعارات اللي حبين تغطوا فيها على أخطاعكم والكوارث التي ارتكبتموها المشكلة أنه معامد العربي زلطوت عندما ينتقد اللي ينتقده يا ذباب إلكتروني يا سفي يا مرتزق مأجور إلى دول أجنبية السعودية والإمارات وغيره يا أنه غالط ما شو فاهم يا أسكتورة وما عندكمش المعطيات يا أي شيء من هذا القبيل يعني لا يقبل النقد كيفاش أنت تحب الديمقراطية تحقق الديمقراطية في النقد ونحن كنجو الآن نتكلم على قضية محمد عبد الله فنحن سفهاء ومرتزقة ومأجورين ومبعثين في مهمة من طرف العجهزة كيف يمكن هايا هذا أن يكون الأمر كذلك إذا كنت أنت حقيقة ديمقراطي وتقبل بالرأي والرأي الآخر لماذا لم تناقش وهذه هي الإشكرية لذلك يا إخواني الناس اللي تابعوا هذا الفيديو لا تظنوه بأني تصفيت حسابات أو شيء من هذا القبيل هناك كارثة وفضيحة حدثت وهذا هو سببها وهذه الفضائح أضرت بالحراك وأضرت بالمعارضة وما زالت تذر بالناس وتفقد الناس اللي مستعدين يناضلوا ضد الفساد ويواصلوا الرسالة لتهم وين هم الناس الرموز اللي كانوا رموز الحراك في فترات وردتهم جميعاً ولوحقوا دخلوا السجون وما زالت الناس في السجون بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ينشط في الخارج ويتمثل في رشاد عندما قلنا لكم حلوا رشاد على الأقل يكونوا الناس في حل للانتماء إلى تنظيم محلول رفضتم هذا واعتبرتوها مؤامرة واعتبرتوها كفاش هاو الفيس اتهموه بالإرهاب أبداً جبهة الإنقاذ لم تتهم بالإرهاب قاموا بحلها ويقولوا جبها المحظورة ولا الحزب المنحل شيء الجماعات التي اتهمت بالإرهاب هي الجية والمية وغيرها من الجماعات والجيش الإسلامي للإنقاذ وغيره هذا هما للتهم بالإرهاب أما لأول مرة الجزائر تتهم منظمة أو حركة أو جمعية سياسية بالإرهاب وهذه عواقبها وخيمة على الناس إذا كنتم حقيقة تفكرون في الناس حلوا هذا التنظيم لأنكم تقولوا الحرك ما لازمشي تهيكل وأنتم درتوا هيكل صار يدفع ثمنه الشعب الجزائري وإذا كان أنتم ما يهمكم إلا تنظيمكم خلاص أراكم مفضوحين أمام الجزائريين شوفوا يا الشعب ها هما الناس في الداخل يسجنون ها واش يسرى فيهم والناس اللي خرجونهم للخارج ها وكيفاش يستغلوهم مستغلوهم وبعد ذلك خلوهم وقعوهم في فخ ورجعوهم للنظام وهاهم في السجون راح ضيعوا أسرهم وضيعوا مستقبلهم وضيعوا عائلتهم وليس لهم بعد الله نصير هذا آخر كلام أقول يا العرب يزيدون كفاك عن جهية وكفاك غرورا النظار الفايسبوكي هذا من الغرف المكيفة لا يمكن أن يحقق تغيير أنا لست معارض ولست موالي أنا محلل سياسي حدثت حادثة ها هي أسرارها نكشفها لا يهمني تكون في صالح النظام ولا يهمني تكون في صالح المعارضة لأنني لست من المعارضة ولست من النظام عندما تحدث حادثة أنظر فيها أبحث فيها إذا جدت والله إذا جدت الحقيقة لصالح الشيطان الرجيم نكشفها وإذا جدت الحقيقة في صالح ألد خصومي نكشفها ولن يكون النظام خصم لك أكثر مني إذا كان أنت الآن تتباهى بأنه عندك مذكرات توقيف دولية أنا في 2007 داروا لمذكرات توقيف دولية وإذا كانت تتكلم على النظام في الجزائر أنا سجنت في المؤسسة العسكرية عدة مرات وإذا تتكلم عن مقالات تقول بأنهم عسكريين وراهم عندهم شي نظال أنا في المؤسسة العسكرية وتشاهدون الآن في الصورة أيها الجزائريون هذا ما قال كتب عني شخصية وأنا موجود ضابط في المؤسسة العسكرية ودفعت ثمن غالي واللي كاتبه هو محمد العقاب اللي كان مستشار تبون وعدة مقالات ها نظهر لكم منهم اللي كتبت عني وأنا في الجيش يعني ما جيت الآن تحب تزايد عن الناس وتحب توري الناس كأنهم كلهم اللي ماهوش مع العرب يزيطو وترهوا خائن وعاميل وسفين لا أبدا أنت بقي تجتهد اجتهادك يحتمل الصواب الخطأ اللي يجا ورّالك خطأك استعرف به إذا كان حقيقة الخطأ ولكن أنك تتماد في عن جهيتك والسيد راه في السجون وتقول راه يتعرض للتعذيب معنى هارك مقره من أوصله إلى هناك من أوصل محمد عبد الله إلى هذا المصير هو محمد العربي زيتون هو الذي يتحمل المسئولية أمام الله ثم أمام الجزائريين وعائلة هذه الضحية وعائلة محمد عبد الله اللي موجودة في إسبانيا لن يكذب عليكم بهذه الدعايات وهذه الأموال التي تجمع كلها للتغطية فقط وشوفوا كيفاش القضية توجه توجيه عام يا ريتك يا العربي زيتوت بمجرد أن نستلموه درت فيديو تتأسف وتعتذر ليه تقول له لم نستطع إنقاذك وهذا يحتاج إلى اعتذار لو فعلتها لكان أفضل أما أن تواصل هذه العنجهية ومحمد عبد الله ضحيتك فهي طامة وكارثة وتكشف حقيقة النوايا التي تحملها تجاه الجزائريين وحقيقة المكاسب التي تحققها على ظهورهم ومن يدفعون الثمن هم أما أنت فآمن في سربك وآمن في بيتك وآمن مع أهلك وآمن بجواز صفر بريطاني يحميك في كل مكان الحديث ما يطول وما زالت هناك جوانب سنتحدث عنها في مداخلات أخرى ما نتمنى في الأخير أن ربي فرج على هذا الشاب ونتمنى من السلطات الجزائرية والقضاء الجزائري أن ينظر إليه بعين الرحمة فهو بقدر ما أنه في نظرهم ارتكب أشياء خاطئة وكارثة بقدر ما هو أيضا ضحية لمنظومة نظام وضحية إلى منظمات أخرى تستغلوا هذه المآسي وهذه الإحن وهذه المحن لتحقيق مآرب شخصية ترجمة نانسي قنقر